السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسماء بنات 2023 بمعاني رقيقة نبدأ أولا بأسماء بنات كيوت بمعانيها الرقيقة لينا ومعناها السهولة والمرونة تالة ومعناها النخلة المرتفعة ديمة ومعناها الأمطار الخفيفة مرح ومعناها الفرح والسرور سماء وهو اسم مشتق من السمو وعلو المكانة ريحانة وتشير إلى الزهرة وتوحب الرائحة العطرة سديم ومعناها الظل الخفيف جود ومعناها العطاء والكرم حور من أسماء بنات من القرآن ومعناها الفتاة الجميلة سلسبيل وهو اسم عين في الجنة مهرة ومعناه ولد الفرس وقد يشير أيضا إلى المرأة ذات المهر الغالي جمانة ومعناها اللقلوة الفضية حنين وهو الصوت المختلط بالحزن ألين ومعناه السيدة الجميلة على الإطلاق ريتال وهو الفتاة التي تقرأ الكرآن بالترتيل ريتاج وهو الباب المغلق رهف ومعناه البنت الرقيقة في التعامل روضة من أسماء بنات من الجنة حيث تشير إلى الجنة لورين وهو الفتاة التي تتجه نحو الغار هنا ومعناه السعد والسرور مكة من أسماء بنات دينية حيث مكة المكرمة مزقت رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وننتقل الآن إلى أسماء بنات حديثة وجميلة لوسيل الضوء الشديد فيدرة الفتاة المشرقة آيسل وجه القمر المضيق أسيل اللينة الملساء جانا معناه قطف الشيء نورسين ضوء القمر نيروز أول أيام السنة الشمسية عند الفرس ريناد يقال بأنه البخور المخصص للكعبة آيتن معناه الذي تخرج قدمه من راحب أمه قبل رأسه رانيم الترنيم بالأنشودة العزبة ألمى الزل الأسود أليس الرقة والنعومة وننتقل الآن إلى أسماء بنات كيوت مسلمة رقية راقية جنة طقوة يقين كوسر سندس أفنان آلاء آية رحمة مودة يسر سدرة لينة ضحى سجا ليلة كيان ميار جود طولين ميرا سيرين خديجة عائشة زينب حسناء حسناء سلمة إيمان بتول تسنيم فريدة جوري جويرية فاطمة ندا نور نقاء رهام هلا هنى سمى والآن ننتقل إلى أسماء بنات بحرف الألف أريام هو من أسام بنات عربية الأصل ويعني أريام من العسل وقد يعني أيضا الريم أو الغزال آيلا اسم أجنبي يعني ضوء القمر وصاحبة اسم آيلا تتصف بكونها فتاة رقيقة وتهتم بجمالها وعنقتها آسيا هو اسم يونان الأصل وهو اسم زوجة فرعون الصالحة أروى هو اسم عربي يعني الارتواء أو الشبع والآن ننتقل إلى أسماء بنات بحرف الباء بدر هو اسم بنات أو أولاد يعني البدر المكتمل ويشير إلى الجمال والنور بيان هو اسم عربي يعني الوضوح أو الإشراق أو المعرفة كما قد يطلق على الزكور أو الإناس وننتقل الآن إلى أسماء بنات بحرف التاء تالة هو اسم عربي الأصل يعني النخلة الصغيرة تارة هو اسم بنت يعني الزهر الجميل تمارة وهو اسم بنات متميز يعني شجرة النخيل تالية هو اسم يقال أنه روس الأصل ومعناه المزهرة أو الشابة الصغيرة الندرة وننتقل الآن إلى أسماء بنات بحرف الدال دينا هو اسم بنت معناه المرأة ذات الأصل والنقية الطيبة دانيا هو اسم بنت مشتق من كلمة دنو وهي كلمة عربية تعني الكرب والتواضع ديمة اسم ديمة يعني المطر الساكن الهادئ دارين من أسماء البنات الجديدة ويعود معناه إلى بلدة تقع في البحرين وننتقل الآن إلى أسماء بنات بحرف الراء روفان هو من أسماء البنات التركية ريناد من أسماء البنات المتميزة والاسم المشتق من العود الذي يتبخر أو الشجر الصغير طيب الرائحة روزا هو اسم فرنسي ومعناه الوردة أو اللون الوردي ريم هو اسم بنت عربي يعني الغزال الصغير وننتقل الآن إلى أسماء بنات بحرف الزاي زينب هو اسم عربي من أصول يونانية ويعني الحياة الموهوبة زينة من أسماء البنات العربية ويعني الفتاة الجميلة زات المظهر الحسن والخلق الطيب زاد اسم بنت عربي جديد يعني الزيادة في الخير والرزق وننتقل الآن إلى أسماء بنات بحرف السين سديم هو اسم معناه الضباب الرقيق الناعم سيرين هي المرأة ذات الشأن والجمال ساندي هو اسم له أصول يونانية وهو من أجمل أسماء البنات وأقصرها رقة ويعني الفتاة اللامعة والمتقلقة وننتقل الآن إلى أسماء بنات بحرف العين علا اسم علا يعني العظمة وارتفاع المكانة عهد عهد هو اسم بنات عربي يعني المودة والمحبة والوفاء عالية هو اسم مؤنس عربي مشتق من العلو ويعني الفتاة رفعة المقام التي تبقى في مكانة سامية وننتقل الآن إلى أسماء بنات بحرف الفاء فايروز هو اسم مستوحى من الحجر الكريم فريدة يعني الفتاة التي لا مسيل لها فدوى هو اسم عربي مشتق من كلمة فداء فرح اسم يشير إلى السعادة والشعور بالسرور فايا اسم من أصل سرياني يطلق على الإناس ومعنى الفتاة الجميلة للغاية في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت دعمنا بلايك وكممنت وتشاره الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ